علقت لجنة الأمن والدفاع النيابية على حادث اعتداء مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا بابليون التي يتزعمها ريان الكلداني والمنضوية ضمن الحجد على عنصر في جهاز المخابرات الوطني بمنطقة المنصور في العاصمة بغداد واشدد عضو لجنة علي السعدي على ضرورة انزال أقصى العقوبات بعناصر المجموعة المسلحة المعتدية على ضابط المخابرات العراقي مطالبا رئيس الوزراء وزير الداخلية بوضع حد لهذه التجاوزات وقال السعدي ان الاعتداء أساء لسمعة المؤسسة الأمنية زرع الكراهية بين مؤسسات الدولة وسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن